لو اجيت قلت انا لو عملت كذا ما بيصير كذا لو عملت كذا كان ما صار كذا طيب اسمعك قول الله عز وجل ربنا بيقول لك بس هاي مش راحي مش راحي يحس فيها الا المؤمن الا الانسان لموكل امر الى الله عز وجل ربنا بيقول ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه اي شغلة بتشوفها في الدنيا من مصيبة اي شغلة انت بتعتقد انها مصيبة هي مسجلة عند الله عز وجل قبل ان يبرأ السماوات والارض مكتوب في خلق الله عز وجل انه راح يصير كذا وكذا وراح بالساعة الفلاني والسور الفلاني والولد الفلاني ويتحير الاطباء ثم يبرأ باذن الله عز وجل ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها من قبل ان نخلقها ومن قبل ان نوجد السماوات والارض ان ذلك على الله يسير طيب يا رب لماذا كتبت قال لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم من شاء لما شغلة تروح عليك بتقول اه لو عملت هيك كان صار هيك لا لا تأسى على ما فاتك ولا تفرح بما اتاك ولا تفرحوا بما اتاكم من شاء لما ربنا يرزقك ربحة ولي جي كمال ما تقول اه لانه انا شاطر انما اوتيته على علم عندي زي ما قال قارون عشان ما تندم على اللي راحك ولا تفرح تبطر يعني باللي اجاك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور معناة المصائب تشوفها بالدنيا مقدرة ايه مقدرة مكتوبة من زمان هي الان بتظهر لكنها مكتوبة اجاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبطت صفيه من اهل الدنيا حبيبه من اهل الدنيا حبيبه يمكن زوجته حبيبه يمكن زوجها حبيبه يمكن جاره حبيبه يمكن رفيق الصبا حبيبه يمكن شيخه حبيبه يمكن معلمه في الشغل حبيبه ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبطت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة إلا الجنة قال لك يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء لما يكون واحد أهل بلاء وثابت وصابر ويقول الحمد لله يوم القيامة بيصير اللي كانوا معافين بالدنيا يقول لك يا ريت كنت زيه في الدنيا احنا نقول اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة احنا صح نقول يا رب إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية لكن هذول اللي ربنا افتلاهم بفقر ابتلا بدين ابتلا بشيء من مصائب الدنيا هذول اللي بقول لكم الصبر الصبر هو سيفتح لك باب الفرج الصبر هو الذي سيسج لك جبال من الحسنات الصبر هو الذي سيجعلك حبيب الرحمن عمران بن حصين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان به مرض كان به مرض وكان شديد الصبر لدرجة أنه كان كلما تألم يقول لك الحمد يا رب عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي كان مبتلى بالمرض يقول لك الحمد عذب ما شئت يا حبيبي عذب ما شئت من جسدي فلن تسمع مني إلا لك الحمد يا حبيبي كانت النتيجة أنه كان يرى الملائكة كان يشوف الملائكة لكثرة ما كان يقول يا رب لك الحمد إحنا الدنيا كلها يا إخوان إذا ما فيها صبر تفقد لذتها ودائما أبدا لو كل الدنيا حلاوة وبقلاوة ومسهل الأمور ودائما نجاح ودائما فلوس ودائما صحة ودائما عافية ودائما 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 كان الإنسان بطغى لكن ربنا يعطيك شوية رشحة من هون يعطيك شوية ألم من هون يعطيك شوية تنغيصة من هون يعطيك شوية كذا من هون عشان ترجع تقول يا رب لك الحمد عشان ترجع تقول يا رب لك الحمد عشان ربنا سبحانه وتعالى خليك تشعر بطعم النعمة اللي أنت عايش فيها وبشر الصابرين ربنا بيقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها لله وإنها ليه راجعون لو عليك دين إلجأ إلى الله كبل ما تلجأ للناس صح أمشي وإسعى وقول يا ناس مين يساعدني لكن خلي تعلقك الأول مع الله لو عندك مرض تعلقك مع الله لو عندك هم تعلق مع الله لو عندك مصيبة تعلق مع الله لو عندك ضيق تعلق مع الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها أي واحد أي شكل تصيبك قول إنا لله وإليه راجعون يا رب تأجرني في مصيبتي حتى لو كان مصيبتك عبارة عن عجلي بنشر لو المصيبة عجل عجل ببنشر أقول لك أصبعك إنقرط أصبعك مقروط قول إنا لله وإليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها النبي عليه الصلاة والسلام Uno يقول ومن يصبر يصبره الله يعني الخطوة الأولى منك بس ربنا بعطيك الصبر ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر تعال لو الواحد معه مليار لو أنا الآن بملك مليار وهذا سأل أعطيته وهذا سأل أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته وهذا أعطيته مش لا تلحق على الدنيا لماذه؟ المديونية المملكة 17 مليار أين أجيب مش كشخص كأي واحد بسمعني لو أنه كل إنسان أعطيته طلبه مارش راح تلحق على البشر طب كيف نتساعد الصبر الصبر أنت مالك دوا بالدنيا إلا الصبر صبر على وظيفتك صبر مرات على مرضاك وصبر مرات على ضعفاك وصبر مرات على زوجتك وصبر مرات على زوجك وصبر على ابنك وصبر على جارك وصبر على كل الدنيا لكن يا أخواننا هذا كله لا يمنعك أنك تعيش بعض الحالات مع الله تعيش لحظات تنسى فيها كل الدنيا هذا جزء من الصبر الصبر مش معناته السكوت على الألم على المرار لا الصبر معناته تطلع من الضياق من الضيق اللي أنت موجود فيه تمسك مسبحتك سيقول الله 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 فقط تذكر الله باللفظ المجرد تطلع من إطار الهم اللي أنت فيه وعيش مع الله عز وجل والجأ إلى الله عز وجل أنت اليوم مهما كان ظرفك اسأل نفسك سؤال وين صبري أنا اللي قاعد بصير بدون صبر هيك إحنا مش ماكينات على فكرة بالدنيا إحنا مش مكائن مش حديد مش معدن إحنا بشر دم ولحم وعصب والفلاحين عنا بيقول لك بني آدم مي وطين كل شو بحرة يعني أنت تعال على بركة قد ما تكونها البركة كبيرة ارميلك فيها حجر بتنحر المي إحنا كل ما إحنا مي وطين إحنا كل ما مي وطين مرات كلمة بتحرك بتنكدك يعني زعلة مرضى سيارة عطلت مرات إشارة ضوية وقفت عليك بتنحر أنت من جوه لكن لما تخلي قاعدتك إنا لله وإن إليه راجعون إنا لله وإن إليه راجعون خليها قاعدتك إنا لله وإن إليه راجعون والله تجد أن أبواب الدنيا تنفلح قدامك تجد أنه أنه ربي سبحانه وتعالى هو بيعطيك مدد من عنده بيعطيك مدد بدنا نغير اللحن الموجود والنغم الموجودة الدنيا لايك الدنيا سودة البلد واقفة الحسرة المرات الكآب ليش هيك خلي كآبتك على حالك من قال هلك الناس فهو أهلكهم هو اللي خرب بيت الناس قول الحمد لله قول يا ربي لك الحمد هين قاعد بطلع من عمال بروح على عجلون بروح على إربت بروح على الكرك بروح على الطفيل الحمد لله ما واحد بقفك على الطريق بقول لك افتح طبون سيارتك ما في حدا هي أمان الحمد لله بودي ابني على المخبز بقول يا أبا هيرو بعيرة روح جيبنا كيلتين خبز بروح جيب كيلتين خبز وبيجي خبز موجود أكل مولو فتطلع عن نعم عشان تقدر تصبر بس في واحد عايش بعايشك بخزك إبرة بشي بكتيش خزك الإبرة بعايشك هناك بخلي بفجيك الدنيا من خزك إبرة الشيك الصح بقسم بالله أنا في قائدات بطلع منها سودة 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 عتمة سودة عتمة أنا عارف بعد خمسة سنين شو بتوصي ياخد تظامن حالك لبعد خمسة سنين الله ما عارف الليره بعد خمسة سنين شو تصي فيه الله جعلك لا تظلع بعد خمسة سنين وليره تنظلت ما هي يعني بمعنى بيجيب لك إحباط بيجيب لك كآبة بيجيب لك نكد طول ما هو قاعد بنفخ طول ما هو قاعد مصايب قول بقى طول ما هو قاعد مشاكل لا ينظر إلى شيء من متع الحياة لا ينظر إلى شيء من متع الحياة ولو سألت قلت له متى آخر مرة وردك وقفت قدام وردك بقول لك يا أخي أنا فاضي احنا ملاقين خبز نوكل عشان وقف دام الورد مولا أنك يا محتر مش ملاقي خبز وقف قدام الوردة لأن الورد بيغير نفسيتك ربي سبحانت علي فرج عنا جميعا ربي سبحانت علي صبر كل مبتلى وكل مضايق وكل واحد عنده حاجة ربي سبحانت أسأل العظيم بأسماء الحسن وصفات العلا أن يلبي لكم حوائجكم ويفرج هموما أجمعين قولوا آمين